أشهدت رئيسة الوزراء السويدية مكدالينا أندرسون بالمباحثات التي أجرتها مع الرئيس التركي رجب طيب أردغان السبت الماضي متوقعة استمرار المفاوضات بين بلادها وتركيا حول الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي النيتو فترة من الزمن وقالت أندرسون في تصريحات أدلت بها أن المباحثات بين أنقرة وستوك هولم مستمرة في هذا الخصوص وأكدت أن اللقاءات الثنائية والثلاثية بين تركيا والسوي وفنلندا ستتواصل خلال المرحلة المقبلة إلا أنها ستستغرق وقتا وفدت رئيسة الوزراء السويدية بأنها تنتظر بفارغ الصبر المباحثة المرتقبة مع تركيا وفي وقت سابق تقدمت السويد وفنلندا رسميا بطلب العضوية لحلف شمال الأطلسي لكن الرئيس أردغان أعلن تحفظ بلاده على انضمامهما وخلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيسة الوزراء السويدية السابط طالب الرئيس التركي بإنهاء مختلف أنواع الدعم الذي تقدمه بلادها لتنظيمات إرهابية ترجمة نانسي قنقر